نبدأ أخبارنا مع أهم وآخر تطورات في تعز حيث أكد مصدر أمني في شرطة تعز أن الحملة الأمنية تراجعت من المواقع التي طهرتها من العناصر الخارجة عن القانون التزاما بتوجيهات المحافظ نبيل شمسان وقال المصدر أن الحملة انسحبت من تلك المواقع بعد التزامها بوقف إطلاق النار تنفيذا لتوجيهات المحافظ بانتظار تنفيذ المطالب الثلاث في توجيهات المحافظ والتي منها تسليم العناصر المطلوبة وكانت الحملة الأمنية قد شرعت في قاف إطلاق النار بناء على توجيهات المحافظ الذي شكل لجنة للإشراف على السلام المطلوبين وتنفيذ المطالب الثلاث التي حددتها اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ ذاته بتسليم عناصر المطلوبة ورفع المسلحين من المدينة وإزالة النقاط المستحدثة من جانبها استمرت العناصر خارجة عن القانون في استهداف أطقم الحملة الأمنية والمدنيين رغم التزام الحملة بوقف إطلاق النار الأمر الذي تسبب بوقوع ضحايا مدنيين من جانب أكد مساعد مدير أمن تعز العقيد عدنان السقاف أن العناصر الخارجة عن القانون ظلت تسهدف الحملة الأمنية رغم التزامها بوقف النار وارتكاب جرائم قنص بحق المواطنين بشكل مباشر وكشف السقاف أن الحريق الذي انتلع في مسجف المظفر ناتج عن استهداف المطلوبين والعناصر المتمردة لخزانات الوقود موضحا أن الحملة لم تدخل حتى الآن إلى المدينة القديم ولزالت منتزمة بوقف إطلاق النار حتى تسليم المطلوبين هذا وهدد رئيس عمليات كتائب أبي العباس المدعومة من الإمارات بأحراق مدينة تعز بصواريخ الحرارية ردا على عملية الحملة الأمنية في ملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون وظهر محمد نجيب رئيس عمليات كتائب أبي العباس في مقطع فيديو قصير بثه على صفحته بالفيسبوك وهو يهدد بأحراق تعز بالصواريخ الحرارية هذا وقد كانت الإمارات خلال سنتين الماضيتين قد دعمت جماعة أبي العباس المصنف في قوائم الإرهاب بأسلحة خاصة خارج إطار شرعية هذا الصواريخ كلهم أتسم بالله لأحراق تعز كله والله لأحراق تعز كله وراضين على أعراضنا وراضين على بيوتنا خلاص يدد الله لا نتابع على نفسنا ونحن على حق سنقاتل نحن بقيادة لا تصدق المنجفين قاعدون هاي وطاة مباشرة والله نفضحهم اللي راضين علينا أقسم بالله لنقاتلكم سنة سنة طاوة عن المحابب طاوة عن القيادة الأسكرية طاوة عن السلطة المحلية ولكنكم لن ترضوا ولا تخضعوا طلعوا 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 كما وجه رئيس عملياته أبي العباس محمد نجيب الذي ظهر في الفيديو قبل قليل بنهب محلاته وبقالات المواطنين في أحياء المدينة القديمة وسط مدينة تعز أضر مقطع فيديو محمد نجيب وهو يطلب من عناصره كسر أبواب المحلات التجارية ونهب محتوياتها ولمتابعة ما يجري حاليا في مدينة تعز ينضموا معنا عبر الهاتف مقرر اللجنة الأمنية بتعز العقيد عبدالن السقاف أهلا وسهلا بك بداية سيادة العقيد نريد أن نعرف الآن عن أين وصلت الحملة الأمنية في مشوارها في تطهين مدينة تعز من خارجين عن النظام والقانون كان رئيس اللجنة الأمنية المحافظ نبيل شمسان قد وعد بأنه لن توجد أي مربعات خارج إطار السلطة الشرعية هناك في مدينة تعز لكن وبعد أن بدأت الحملة بالتحرك وسيطرة على بعض المناطق التي يتواجد فيها عناصر خارج عن القانون أهو يوجه بإيقافها هل لنا أن نعرف ما السبب؟ طبعا الحملة الأمنية هي في عملها وتأجي مهامها التقاتل ليس إلى المدينة القديمة هناك مجموعة من المطلوبين أمنياً في طوايا الجمعية وطوايا الخيال تم ملاحقتهم وقد تم وضع مجموعة منهم والبطياء هاربين الآن المدينة القديمة بحت السيطرة صدرت الآن تعليمات من محافظة المحافظة للأمنياً على أن تتولى تأمين المدينة القديمة نعم الشرطة العسكرية والأمن العام تتولى تأمين المدينة القديمة ومنع أي تصرفات خارج إطار الدولة ومنع أي أعمال تسيء للأمن أو تسيء للمواطنين نعم لكن مصادرنا في تعز تقول أن الحملة الأمنية التي تقودونها تراجعت عن بعض المواقع التي كنتم قد دخلتموها ما هي الأسباب؟ هي لم تتراجع باقي الآن الأمن العام والشرطة الأسكرية ستؤمن المدينة القديمة هذه هي التعليمات الحملة الأمنية موجودة في مواقعها ومسيطرة على البض إذن الحملة الأمنية ما زالت مستمرة؟ من أي أعمال بسالب نهب أو أخرى أو أعمال بضبطية هل ما زالت الحملة الأمنية مستمرة في خطواتها بتأمين مدينة؟ الحملة الأمنية هي أنت أدت أميها منها لغضة ضبط المطلوبين الآن فقط موجود أطقم من الأمن العام والشرطة الأسكرية لتأمين المدينة فقط للتأمين لتأمين لمنع دخول أي ناس مجرمي أو قاعد صورة الأسكرية وهذا يجعلني أسألك هذا السؤال سيادة العقيد هل الشرطة الآن في تعز والشرطة العسكرية تمتلك السيطرة على كل الأحياء داخل المدينة؟ أم أن هناك مربعة خارجة عن سيطرتكم حاليا؟ أنا أقول لك الأحمن الآن ليس الشرطة العسكرية هي أعمال الأمن العام بشكل عام المحافظة بشكل عام أمان هي اللي لا توجد أمامها مربع مغلاط الشرطة الأمن أو اللقنة الأمنية أو الحملة الأمنية ذا أرابب أن تدخلوا أي مكان لابد أن يسمحناها بالدخول نعم وضبط بدون أي استئذن أو أهالي هي أعمال دولة سلطة الأمنية هي سلطة واحدة اللقنة الأمنية أو إذا رأس عام شرطة العز هي المسؤولة عن سأمين المدينة أو ضبط أشخاص ومن يقف ضدها أو يقف لعاقة فيها نعم يتبعون له ضده تخضر قراءة القانونية اللازمة طيب كيف تنظرونا إلى تهديدات رئيس عمليات حرفي كتاب أبي العباس محمد نجيب وهو يهدد بإحرق مدينة تعز بالصواريخ الحرارية ليش بإحرق مدينة تعز إذا أراد أن يحرق فإن يحرق البحوثيين يذهب إلى القبهات من أراد أن يحرق فإن يذهب إلى القبهات إذا أراد أن يحرق مدينة تعز يذهب إلى القبهات لماذا يحرق المدينة؟ ما ضرب المدينة؟ فإذا نقول لأبد على المدينة أن يلتزم بالنظام القانون الآن المدينة تؤمن من قبل الشنطرة الكريهة والأبد العام دعني أعرف منك سيادة العقيد هل تعتبرون رئيس عمليات أبو العباس محمد نجيب بعد أن أدلى بهذه التهديدات أنه أحد العناصر خارجها عن القانون؟ بالله إذا تسجل ضد دوال البلاغ يتسجل بلاغ رسمي وقنائي ويسجل فإذاك الحاكم ويحاصل حسب القناة القانونية طيب هناك من يقول نحن نريد ما يقول الإشارة إليه نريد أن نطمن المواطنين نعم أن الحملة الأمنية لم تخرج لإيذاء المواطنين أو نهدوهم أو سلقوا بطلاق شكينتهم نعم لا هي خارجة الضوء من قبوبين أمنيا كما الآن أعتقد أنها قد تحقق على الدولة الكبيرة تتحقق الآن هي تؤمن المدينة ونطمن المواطنين لأن عليهم أن يتحبقوا بكل حرية وأنه سيتم تأمن المدينة من أي ناب أو سلب الشرطة العسكري ولا من العام نعم يتؤمن المدينة وإن شاء الله ستكون الأمور بخير طيب هل هناك قتلة هل هناك قتلة وجرحة في صفوف قوات الأمن أو من خارجين عن النظام القانون هل يمكن أن تخبرنا عن الإحصائية طيب ماذا عن المدنيين هل لديكم أيضا معلومات فيما يتعلق إن كان هناك ضحايا سقطوا من المدنيين جرّا هذه سبكات طبعا هناك لنريد الوضع من الحارية عن نظام القانون احسلوا العمار المرتفعة واستخدموا القنافة وسمى طنف مواطنين عزل في السوق المركزي والسحريز الأسفل هل هناك قتلة وجرحة بما بين 5 إلى 7 نعم طيب كيف تنظرون إلى النقطة التي استحدثت أيضا في طريق عدن تعز من قبل مجمع تابعة لأبي العباس ويقول البعض بأنها محاولة لتضييق الخناق على مدينة تعز هل الحملة الأمنية قادرة فعلا على الخروج من هذه الحالة التي تعيشها مدينة تعز وتحقق أهدافها التي علمت عنها أبدا أن الحملة الأمنية أبدا أن الحملة الأمنية قادرة على الخروج بتعاون جهود ابناها من القوات المسلحة والأمن هنا إذا كانت النقطة الموجودة في البعض تحاول أن تمنع الدخول للمواطنين تعمل برض لكن في الأخير الدولة ستفرض هيبتها وكلمتها وهي الكريمة الفصل لها ولم نسمح بي استبارة أن يتهدد أمن المواطنين وكما صرح الأخ المحاول المحاولة أننا سنغرب بيد المحديد ونتفضل كل من يحاول إجعل بعض الأمن يستطيع داخل المحاولة هناك معلومات أيضا بأن العميد منصور الأكحة لمدير الشرطة كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في الساعات الماضية هل معنى ذلك أن الخطر ما زال موجودا في مدينة تعز وهناك معلومات تقول أنه حتى بعد أوامر إيقاف الحملة ما زالت هناك اشتباكات من خلال هذه العناصر بإطلاق الرصاص على جمهور الأمنية المحاولة المحاولة هي متوقفة وكما قلنا لك الموجود الآن لتأمين المدينة المتبينة فقط للتأمين وتعرض الله مدير عام شرطة سعز للإغتيال هناك كانت محاولة لإغتيالة في منطقة الثابة الكبيرة ثم طلبه لحضور مع اللقنة المشكلة في مدرسة مجمع هالسعيز وتعرض ليصلك الرصاص والحمد لله مجمع من هذه الحاولات نعم إذن شكرا لك سيادة العقيد عدنا نسقا مقرر اللجنة الأمنية بتاعس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر